ليه روجينا حلقة شعرها وإيه حقيقة ظهورها بدون شعر في مسلسل ستهم اللي هتقارض في رمضان الفين تلاتة وعشرين أهلا بكم متابعين قناة سيف تيرنت أصارت صورة الفنانة روجينا خلال الساعات والليلة اللي فاتت جدل كبير جدا في مواقع التوصل الاجتماعي وده بعد منتشر صور من كواليس مسلسلها الجديد ستهم على صفحات السوشيال ميديا واللي ظهرت بدون شعر وده اللي خل الجمهور يسأل على دورها في مسلسلها الجديد ستهم اللي هتقارض في رمضان الجاي إن شاء الله وظهرت الصورة بعد ما تم طرح البروم الرسمي لمسلسل ستهم واللي ظهرت فيه الفنانة روجينا وهي بتجسد شخصية ست بتحاول الخروج من سوب المرأة إلى سوب الرجال علشان تتحدى أهل قريتها علشان تحافظ على ولادها وكمان علشان تقدر على كذب لقمة العيش وتربية بنتها بدل والدها وظهرت كمان في الصورة المنتشرة بدون شعر علشان تظهر معاناتها الشخصية اللي بتقدمها وده عن طريق المكياج وده بعد ما طرحت قناة النهار البروم التشويقي مؤخرا لمسلسل ستهم ومن بطولة روجينا وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج رؤوف عبد العزيز والمقرر عرضه من ضمن مستصلات رمضان 2023 وسيطر على البروم وحالة من التشويق ممزوجة بالغموض والإصارة وظهرت روجينا في البروم ومدور ستهم وبرضه كشف البروم عن العديد من المشاكل والأزمات اللي بتوجهها روجينا من بداية ارتداءها الفستان الأبيض في الفرح وزواجها الشخصية اللي بيقدمها إياد نصار وبعد كده بحملها طفل على إيدها والدخول في صوان عزاء وارتداء سوب الرجال مرورا بمعاناتها للعيش بالحلال والكفاح وتلقيها ضربة قوية جدا من عمال المحاجر بسبب خناء ما بينهم وطبعا أبطال المسلسل هتكون من بطولة روجينا وإياد نصار وجهاد سعد ونانسي صلاح وأحمد الرافعي ومحمد عبد الحافظ وهيكون من تأليف ناصر عبد الرحمن وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز ومسلسل ستهم هو تاني تعاون ما بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل الانحراف اللي تم عرضه من ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2022 وشارك معاهد كبير جدا من الفنانين منهم سميحة أيوب ولوسي وأحمد فؤاد سليم وده كان موضوع حلقتنا النهاردة عن ظهور روجينا صلعاء الشعر في مسلسلها الجديد ستهم اللي سيتم عرضه في رمضان 2023 ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشرفنا باشتراكك في القناة